أعلن النائب العام المستشار حمد الصاوي انتهاء المرحلة ثانية من استراتيجية نيابة العامة للتحول الرقمي في حضور لفيفين من كبار الرجال الدولة جاء ذلك خلال افتتاح عدد من الأبنية بمكتب النائب العام تعمل وفقاً لستراتيجية التحول الرقمية حيث أشار المستشار حمد الصاوي إلى الإنجاز الكبير الذي حققته نيابة العامة بسواعد ومجهودات قادتها وأعضائها وموظفيها من جانبها أشهد المستشار محمد شوقي الذي سيتولى منصب النائب العام في التاسع عشر من الشهر الجاري بالدور الذي طلع به النائب العام حمد الصاوي خلال فترة ولايته مؤكدان أنه أحدث نقلة إيجابية وتطويراً ملحوظاً في المباني والمنشآت والبنية التحتية وما نفذه من برنامج شامل لا تحول رقمي